أكد سامح شكري وزير الخارجي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رؤية واضحة إزاءة تحديات التي تواجه مصر مشددا على أن مصر تلعب دورا هاما ومؤثرا في استقرار المنطقة وأكد شكري خلال محاضرة له في العاصمة النمسوية فيينا أعلن عن رفض مصر للتدخلات التركية في شمال سوريا معربا عن قلق مصر إزاءة توثرت التي تشهدها العديد من دول المنطقة مثل ليبيا واليمن أما عن قضية سد النهضة أوضح شكري أن الشيء الإيجابي بهذا الصدد هو استعداد إثيوبيا للتفاوض مع مصر لتجنب تصعيد الأزمة بين الجانبين سيادة العميد من الهام أن نتعرف على أو نحلل هذا التصريح تصريح الوزير الشكري وهو الرؤية العامة لمصر إزاءة قضايا المنطقة وأبرزها أبرز التحديات أيضا التي تواجه دول الجوار بما أن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة وهذه نقطة أخرى أيضا كيف ترى هذه الدعوة من مصر لإثيوبيا لإنهاء ملاف سد النهضة الدور الإقليمي أنا عايزة أشير للتغيرات أو التطورات التي حصلت خلال الأسبوع الماضي مثلا على سبيل المثال الموقف العربي الذي ظهر في القمة المزراء الخارجية الأخيرة ربما البعض لا يرد عنه لكن هو تغير واضح جدا في الموقف من سوريا ومن المكاسب الحقيقة الدولة السورية حصلت عليها كنتيجة للعدوان التركي أن لأول مرة من أكتر من خمس سنوات يبقى فيه موقف عربي يتحدث عن أراضي سوريا وعن السيادة الدولة السورية فده في حد ذاته أعتقد مصر كان لها دور كبير أولا مقابل تلك الأزمة في تخفيف نبرة رفض المستقبل لبشار الأسد وجعل مستقبل بشار الأسد في إيد شعبه وليس في إيد دول أخرى حتى لو كان منها دول عربية موقف مصر في كلمة الوزير سامح شكري فيما يتعلق بإدانة العدوان كانت من أقوى الكلمات اللي حصلت الحقيقة يضاف طبعا لدور مصر في الحفاظ على الأمن القوام العربي سواء في ليبيا ودعم الحكومة الشرعية في دور الدور أو منطقة الخليج بالضبط والخليج ويعني نزع في تيل الصراعات سواء في الخليج العربي أو مناطق أخرى ما يتعلق بصد الأسيوبي أنا حاشير لكلمة قالها فخامة رئيس في كلمته في نادوة تسخيف القوات المسلحة أنا ممكن أدعي الخبرة في ملف سد النهضة لكن أنا مش عندي المعلومات الموجودة لدى الدولة فأنا ممكن أحكم بشكل جيد بس على ما أعرف من أمور لكن في أمور أنا معرفها ولنا عندي الآليات يعني كخبرات اللي موجودة عند الدولة اللي حصل في موضوع أزمة سد النهضة أو سد الأسيوبي أعتقد حصل فيه تفاعل زي يعني هناك بالفعل أزمة هناك بالفعل تحدي تعنت أثيوبي وتعنت أثيوبي لكن السوشال ميديا والمدونين وبعد وسائل الإعلام تعاملت معها بأكثر من اللازم وده اللي حاب يشير ليرل رئيس لم تنسد أفق الحوار ما بين أثيوبيا لازال هناك أفق الحوار لازال هناك يعني موضوع الوساطة لم ينتهي هناك اجتماع في 24 أكتوبر في موسكو ما بين أبي أحمد ورئيس عفتاح السيسي كانت الناس قالوا أن أثيوبيا بتقول اشربوا من البحر هذا لم يحدث تفاعل الرئيس مع جهزة نوبل بحصل عليها الرئيس وزراء الأثيوبي بتؤكد أن لازال هناك أفق الحوار وأن هناك أرضية مشتركة يمكن البناء عليها الوصول لحل يعني لا يمنع أثيوبيا من التنمية ولا يؤثر تأثير جسيم في حول مصر المائي ترجمة نانسي قنقر